فخمت الرئيس بنفسه وده هنا اهتمام الرئيس نفسه بشكل مباشر واضح معلن مش بس بقى بطريق الكباش مش بس بقى بمتحف الحضارة مش بس بانه بيتابع ما يحدث من كشفات اسرية واستعدت الاثار من الخارج لا بكل تفصيلة متعلقة بثقافة وتراث ووجدان المصريين وبأي حاجة اي حاجة بتحصل قد تشوب او تعكر المزاج العام وتحديدا المزاج الثقافي والتراثي والوجداني ناس كتير قاعدة تكلمت ناس صالت وجالت الرئيس لا يترك تفصيلة الا ويتابع بالمناسبة يقرأ ويسمع ويتناقش ويشكل مجالس والجاد تشوف النهاردة على سبيل المثال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا من قلبي وروحي وعقلي والله العظيم ورحمة ابويا يأمر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طيب اللجنة دي عبارة عن إيه اللجنة دي تضم كل الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية علشان يتعامل تقييم موقف بشأن نقل المقابر في منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي ناس قعدت تتكلم وصفحات الفيسبوك ونسبة استغيص ونسبة تدلوا بدلويها فيما تفقه فيه وآخرين يدلون بدلويهم فيما لا يعلمون على الإطلاق مش دي القصة لكن القصة بتاعتي بالنسبالي إن الرئيس أرى وسمع وشاف وتابع وخد قرار أدي اللجنة طيب اللجنة تشتغل كمان على إيه؟ تشتغل على كيفية التعامل مع الحالات الضرورية اللي أفضت لمخطط التطوير مخطط التطوير يعني مخطط التطوير ده بيعمل إيه؟ طب هيدر بحاجة ولا مش هيدر؟ مش هيدر خير وبركة طب ولو هيدر همحل الموضوع إزاي؟ فتبقى اللجنة شغالة على دراسة كل البدائل المتاحة والمتصورة علشان نتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يعلن عنها للرأي العام مش بس ترفع للريس ويعلن عنها للرأي العام والناس تبقى عارفة اللي حصل بالملي كل خطوة هتتعرف بالملي وحدد قبل 1 يوليو 2023 نهارده كام يا يوسف؟ النهارده 12-6 يعني بعد قد إيه؟ لأنه أنا بتكلم كده في 18 يوم 18 يوم لجنة تكون تشكلت 18 يوم لجنة تكون نزلت وشافت وقيمت ودرست وعملت بداء المتاحة وترفع التوصيات بالتأكيد لفخامة الرئيس وبالتأكيد طبقا ل توجيهات الرئيس تعرض على الرأي العام طيب إنشاء مقبرة الخلدين عايفين طبعا مقبرة الخلدين الشهيرة في فرنسا دي والله أنا بقعد التساءل واحنا ما عملناش كده من 30-40-50 سنة ليه؟ 60 سنة كمان يا عام حقيقي والله فيأمر الرئيس بتوجيهات واضحة بإنشاء مقبرة للخلدين اسمها كده مقبرة الخلدين في موقع مناسب وتبقى صرح تبقى لتوجيهات الرئيس نصا يضم رفاة عظماء ورموز مصر من أصحاب الإسهامات البارزة في رفعة هذا الوطن العظيم وكمان يبقى فيها مدحف للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبر مش أي حد والسلام التوجيهات واضحة واضحة وبديعة وتفرح وتخليك تبقى قاعد متطمن على البلد بص اللي يحافظ على تراث البلد وثقافتها وتاريخها وإرثها العظيم تعرف بالتأكيد إنه نظرته للحاضر ونظرته للمستقبل نظرته الاستراتيجية بإذن الله بإذن الله صائبة في المطلق ليه؟ لأنه مستوعب مضي وعرفه فخور بي ومعتز بي مضي بتاع مين؟ مضي بتاع وطن عمره آلاف السنين فاللي هيشتغلوا هم متخصصين المتخصصين خبراء الخبر عارف كلمة نخبة النخبة نخبة النخبة بحيث إنه المتحف كمان يبقى فيه السيارة الذاتية لعظماء مصر ومقتنياتهم يبقى الصرح ده تبقى لتوجيه الرئيس النصي والحرفي شاهد متجدد على الدوام بيشرح تأدير وتكريم مصر لأبنائها العظام وتراثها وتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال أشكرك ألف شكر والله العظيم والله العظيم ألف شكر